في سابقة في مصاري العلاقات البرلمانية المغربية المكسيكية خصص مجلس الشيوخ المكسيكي أمس جلسة عامة لاستقبال رئيس مجلس المستشارين سيد النعم ميارا الذي ألقى كلمة أمام أعضاء الغرفة الأولى بالولايات المتحدة المكسيكية وخلال هذه الكلمة أكد سيد ميارا أن المغرب والمكسيك مدعوان للعمل سويا من أجل إعطاء العلاقات ثنائية دينامية جديدة ترقى إلى شراكة رموذجية للتعاون جنوب جنوب وقال رئيس مجلس المستشارين إن المغرب والمكسيك يخلدان هذه السنة 62 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما يخلدان الذكرى العشرين للزيارة التاريخية لصاحب الجلال الملك محمد السادس لهذا البلد وهي الزيارة التي فتحت آفاقا واعدة في مصاري العلاقات بين البلدين وجعلت من المغرب اليوم الشريك التجاري الأول عربيا والثاني أفريقيا للمكسيك ترجمة نانسي قنقر